قام رجل مزارع من المجر بصنع دراجة نارية ما يميز هذه الدراجة هو أنها مصنوعة بالكامل تقريبا من الخشب إلى التفاصيل المجر استيفان بوشكاش في الثانية والخمسين من عمره في قمة النشاط والحيوية عاشق للدراجات النارية أمضى سنتين الأخيرتين في صنع واحدة من الخشب هذه الدراجة النارية صنعت كليا تقريبا من الخشب وتعمل بمحرك سيارة صغيرة بقوة 27 حصانا لم يكن واضحا ما إذا كان خبير الآلات الزراعية استيفان قادرا على شراء دراجة نارية عادية أم أنه أراد التمييز من خلال صنع واحدة فريدة من نوعها من الخشب المقاوم للتقس ما لفت الأنظار إليه عندما كشف النقاب عنها محرك هذه الدراجة هو هدية من أحد الأصدقاء الأعزال وكان هذا بمثابة فكرة صناعة الدراجة الخشب ليس المادة الوحيدة الغريبة المستخدمة في صنع الدراجة النارية هاته فبدلا من الفلاد المطلي بالكروم فإن مقود الدراجة وأنابيب العادم مصنوعة من قرون البقر كما استخدم استيفان قرون الغذلان للديكور قاد جميع أوقات فراهه في وشته يصنع أجزاء الدراجة الخشبية قطعة تلو الأخرى أكثر ما يثير الدهشة في الدراجة أنها تعمل بشكل جيد إذ استخدم محرك سيارة فيات صغيرة صنعت في بولندا بمجب ترخيص من شركة صناعة السيارات الإيطالية يتم تغذيته بالغاز من برميل خشبي صغير وهو ما يعتبر بمثابة خزان للغاز نعم إنها الحاجة أم الاختراع كما يقال معتز عبد العزيز أمينة سريري روسيا اليوم